أهلا بكم من الحاجات اللي ممكن تأثر على السنان شكيرة على فكرة المهم خلينا نقول إنه في أربع حاجات غير معتادة أو غير متوقعة تأثر على السنان وتأثر على أو من خلال الأسنان ممكن تأثر على الصحة العامة تخيلوا إيه؟ عدوا معي أول حاجة شرب المياه الغازية الدايت عملوا دراسات كتيرة جدا وجدوا إن المياه الغازية الدايت من أخطر الأشياء اللي بتسبب لخلاقة السنان وضعفها والتأثير عليها اللي بيؤدي في النهاية إلى فقد السنان دي واحدة حاجة تانية إنه الغطس لفترات طويلة وبطريقة غير احترافية يمكن أن يؤثر أيضا ويسبب تلف الأسنان لأنه مع الغطس بيؤدي الغطس أساسا كل غطسة وهو عامل انقباط في الفكين بشكل أو بشكل زايد عن اللزوم بيزود الضغط على الفكين فمع الغطسين المحترفين اللي بيختصوا الفترات طويلة وبعماق عنيفة بيزيد الضغط على الفكين أكتر وأكتر وبالتالي الأسنان تتأثر كثيرا طبعا اللي بيحب الغطس هيضايق قوي من كلامنا حاجة تانية كمان إنه فرشات السنان فرشات السنان ممكن جدا تكون مصدر خطير جدا للعدوى والمشاكل في اللاسة وتنقل الفيروسات تنقل الفلوانزا تنقل الفيروسات أخطر من الفلوانزا بقى بكتير زي الفيروسات التهاب الكابدي الوبائي فعشان كده لازم كل واحد يكون له فرشات سنانه لوحده وما تكونش محطوطة كده في نفس البوكت بتاع كل فرشات الأسنان التانين يعني يا سلام كل واحد له نفس فرشة سنان بتاعته أو كل واحد منقل لون المنقل مش عارف إيه وكلهم حطانها في كوباية واحدة فكلهم لسين فبعا يا سلام طب ما انت كده الفيروس لو جي على واحدة منهم عادي نقلل للتاني عادي جدا يعني فالحاجة الأخيرة بقى اللي بتأثر على سنانه دي حاجة غريبة جدا انه لو ان الرضاع الفترات طويلة يؤدي إلى مشكلة خاصة بتسوس الأسنان الرضاع الأكتر من سنتين يخلي الطفل عرضة أكتر وأكبر للإصابة بتسوس الأسنان أربع حاجات مش متوقعين الناس كثير ما تعرفهم شيء لكن الأربع موجودين والأربع مؤثرين جدا جدا هزور لكم حاجة خمسة بقى حاجة خمسة في منتهى الخطورة من ضمن الحاجات المخيفة اللي الناس بتعملها كتير قوي انهم بيستخدموا الخلة والخلة دي خطرة جدا الخلة اللي هي الخشبة أو حتة الخشبة طبعا فيها أنواع كتيرة دلوقتي منها ويعودوا يعملوا بها حفر أو يستخدموها في الفرقات بين سنانهم دي من أكتر الأسباب اللي تسبب فراغات في الأسنان وتزيد من مشاكل اللسة بشكل أكيد وقد تكون بقى مصدر عدو راهيب لأنه في ناس بتعمل بالخلة وبتحط الخلة في جبهة لناس وحشة قوي 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 إذا إيه اللي أنا قلت له تعالوا نبدأ نهاردة حوالنا مع ضيف العزيز الخيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامة في هذا المجان ويعجبني جدا أسلوبه حكاياته حكاء رأة جدا ليه يوميات طبيب أسنان يوميات مهمة جدا في عالم انقلبت فيه الثقافة من مجرد أن أنا بروح في الإمرجنسي بس في الضوارئ في الألم إلى أن أنا هروح لغير الألم كمان أنا ببحث عن ابتسام أنا ببحث على أنه أنا فاهم كويس جدا على أنه الأسنان بتكمل جمال وجهي فأنا ببحث عن بقية الأجزاء اللي في وشي اللي محتاجة تجميل اللي هي مهمة جدا اللي اسمها الأسنان أو الفعمل دعالوا نشوف النهاردة حوار مسير مع ضيف العزيز واحد من يجوم هذا المجال أستاذ دكتور كريم مكاتي أنا لازم أروح لدكتور الأسنان عشان أعرف إيه مشاكله الزراعة لوقت تمت بسلامة يعني خلاص أنا كده ولا فيه محاطر منتظراني المريض بياكل وهو مش حاسس إنه هو خايف يأكل حاجة ناشفة عشان خاطر الزراعية لا طالما تحرك ده طول ما هو موجود هو بيزود تآكل العظم دايماً بنقول إن من حق أي حد إنه هو يأكل لحد آخر ينفع عمره بأسنانه السبتة ويستطع من الأكل اللي هو بيأكله لازم تبقى عارف إن المكان ده هيعملك الحاجة اللي شكلها طبيعي حين الدكتور كريم مكادي استشاري تجميل الأسنان وجراحة الوجه والفكين عضو كلية الجراحين الملكية بنجلترا عضو الجمعية الأمريكية لأطباء الأسنان ضيف العزيز الدكتور الكريم مكادي أهلا بك أهلا بك أهلا بك أهلا أهلا بعد ذلك الدكتور عجبك الغطس أنت غطاس أساساً أنا غطاس أساساً معايا شهدتين غطس والمفروض بعد كده هبقى ماستر غطس يعني كمان الناس من أصدقائي غطاسين يعني وغطاسين بارعين يعني أنا مفتاخي طبعاً أستاذنا نستوى دكتور جمال سامي ده أستاذي وده من أهم جراحين للقلب في العالم ده غطاس محترق فعلاً بس الغطس ده يعني أكتر حاجة بتغسل الدماغ على آخر أي نيجاتيفي أي حاجة أنت بتشوف عالم تاني بتشوف دنيا تانية بتشوف كائنات مختلفة ألوان بيخليك تطلع بني قدم تاني فالعالم ده أي دكتور أي حد بيشتغل مهنة فيها ستراس عالي بيبقى حلو جداً أنه هو بيبقى بيمارس رياضة زي دي بالنسبة للغطس مع الأسنان أنا عجبني جداً حضرتك يعني يعني فكرة أن تحافل عن عمر ما خطست بحياتي؟ لا ده لازم أنا كبيري حمام السباحة بخطس لما بغلط يعني أنا حتى ساعات بنزل حمام السباحة وأحرص على إنه ما تدلش يعني شعر نفسه ما يجيش عليه مية آه والله يعني شليني وقف بحمام السباحة يعني تعرف أن العوم يعني مش حريف بس الغطس مش لازم يبقى سباح عالي على فكرة نتاعلن الغطس مش لازم يبقى سباح جامد لأنه معظم الحاجات هي بيعتمد على الفست بتاعه وعلى معادلات الضغط بره وجوه جسمه هي فمش لازم يبقى سباح جامد قوي على قد ما يكون فاهم فكرة الضغط وتأثيرها على جسمه فممكن يأثر على السناء طبعا جدا بشكل جامد جدا وخصوصا لو هو مش فاهم فكرة الضغط على جسمه وما بيعملش الستابس اللي مفروض يعملها الناس اللي بتختص أعماق عالية اللي بيختاروا الـ 27 متر لازم وهو طالع تاني بيبدأ يعمل ستابس عشان يبدأ يعمل ريليس ايه ده ايه ده ده يعني ستابس يعني بيطلع على عمق أقل يعني مايبقاش في العمق بتاعه ويطلع على عمق أقل قبل مايطلع بره الميا لازم يوقف شوية خمس دقائق وليها حزبة معينة عشان خاطر يبدأ الضغط يخف واحدة واحدة من جسمه لأن تحت بيبقى كل حاجة مضغوطة كل الأوعية الدموية كل حاجة مضغوطة لا ما احنا عندنا سؤال في الحتة دي اللي هو سؤال لو طلعت مرة واحدة كغطس الهازر نقف ضيبك اه طبعا في ناس بتموت في ناس بتنفجر الرئة نفس الكلام ده ما هي فكرة أوعية دموية ما احنا عندنا أوعية دموية جوه أعصاب السنة نفسها بالحيطة اللي فيها الأعصاب والأوعية الدموية بتاعتها فاحنا لما بنطلع فجأة كل الكلام ده تغيير الضغط بيبوز الأوعية الدموية تاني حاجة الماوس بيس بيبقى الناس اللي هي مش محترفة قوي المجدودة وهي ناس اللي تختص يبقى عاضد أو جازز قوي على الماوس بيس بتاعته اللي هي بتاعت الأكسوجين بتاعته فطبعا كل ده بيبوز عضلات الفك والمفصل بتاعه فلازم اللي بينزل يختص يمرن نفسه إنه هو ما يقصرش على الفك بتاعه والأسمان بتاعه ويعمل الستابس المزبوطة ولازم يبقى نازل مع محترف معي ايه أبرز المشاكل اللي انت دلوقتي بتشوفها في يومياتك احنا دلوقتي هذا السيزون أنا عامله يوميات تحكييلي بقى الأسبوع اللي فات ده ايه اللي غرح فيه عندك قبل ما احكي لحضرتك الكصص دي ورضو موضوع اللي حضرتك قلت عليه موضوع خلة السنين ده من الكوارث اللي بتهدد السنين ليه؟ وخصوصا إنه هو دلوقتي اللي أنا بقيت أستغربه الناس حتى ما بتحطش خلة سنين جدا يطبق ورقة أو دبوس أو حاجة أو كارنيه أو كارنيه كارنيه ده موضوع منتشر جدا فالفكرة إنه كل ده بيعمل أبريجين في السنة بيكسر في استقطح السنة دي حاجة تانية حاجة بيعمل سبيسنج ما بين السنة والتانية فده كله بيخلي الأكل لما بينزل بعد كده بينزل زي السكينة يقطع في اللسة وبالتالي بيخلي العظم يتآكل في الحتة دي وبالتالي تبدأ الأسنان مع الوقت تتلخلخ فإحنا أعداء خلة الأسنان وأي حاجة بنسلكها كيف فرشة سنان جميلة جدا ولو مو اضطرين الدنت الفلوس ده حل كويس جدا بايشي بس لكن أي حاجة بندخلها عشان نسلك ده موضوع وحش جدا طب ليه ليه الإنسان بيفقد سنان ليه الإنسان بيفقد سنان إحنا هنقول كلمة سؤال كده عام جدا بس السؤال مهم إحنا هنقول أهم حاجة فيه الإهمال الإهمال هي بداية كل حاجة هو العدو الأساسي اللي بعديه بيترطب عليه كل المشاكل بعد كده يعني أنا بداية ما بخسلش سنين تبدأ الأكل يتحشر بين السنين يبدأ يتعفن يعمل لي بكتيريا البكتيريا دي تبدأ تأكل في اللاسة ولعظم الحالين سنة تعمل لي أحماض تكل في سطح السنة اللي إحنا بعد كده بنسميها التساوس اللي هي ممكن بعد كده توصل للعصب والكلام ده كله ده إهمال الإهمال إن أنا مروحش للدكتور أعمل الكشف الدوري التاعي يعني عشان خاطر ألحق أي حاجة من أولها أنا لو رب أروح للدكتور كل 3-4 شهور لو التساوس في أوله خالص الدكتور هيعمله مش هبه فيه أي مشاكل ما سيبوش لحد ما يوصل للعصب وبعد كده يدرب العصب وبعد كده أخد أمتي بيواتيكس وأخد مساكينات وبعد كده أسيبه برضو فالخراج يقلب للخراج حاجة اسمها خراج مزمن واللي بعد كده بيتطور للأكياس الدهنية اللي بتاكل في العظم بعد كده وبواضي الدهنية ده ده اللي بيحصل لما السنة تفقد بالزبط كده هو السنة بتفقد بقى بيحصل إيه هو أساسا سبحان الله الأسنان بتاعتنا كلها في حركة بس هي متثبتة في مكانها كل واحدة سندل لجنبها وسندل لقصدها مجرد ما بنخلع سنة بتبدأ العظم بتاعها بيكش مكان السنة نفسها زي ما احنا شايفين هنا هو وتبدأ الأسنان تتحرك في اللي سبيس اللي هي زي ما احنا شايفين بالزبط كده اتحرك الخبيث ليه 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 عشان تحركة هي أسنان في حركة بس هما سندين بعض احنا شلنا الإكوليبريون بتاعهم او السبات بتاعهم ودأ العظم كله بيحاول يعوض المنطقة دي جاذبية بنت لازمين بالزبط كده على فكرة القصة دي احنا بنستفيد منها في معالجة بعض حالات مشاكل المفصل ساعات الناس اللي هي بيبقى عندهم تقطاقة في المفصل الفكر تقطاقة دي بتبقى نتيجة ان الأربطة بتاعة الغضروف نفسه بدأ حصل فيها التهاب وارتخت بيبدأ الغضروف يتحرك مع فتحة البق وقفله مشكلة ان ده بيعمل تحميل مش مظبوط على الغضروف نفسه اللي بعد كده بيقطع فاحنا بنعمل حاجة اسمها بايت ريزينج رافع عضة رافع العضة ده بنستفيد من الميكانيزم ده ان احنا بنبوز السبات بس بطريقة مدروسة بيتحط على الدروس الورانية بنبوز لأ حلوة قوي الجملة دي بنبوز السبات بس بطريقة مدروسة بالزبط فاهمالي بالراحة بقى هاشرح لها بقى مش احنا قلنا كل سننا سندل لقصادها وسندل لجنبها طيب يعني احنا لو عملنا سبيس ما بين السنتين وبعد اللقصاد بعض ايه اللي هيحصل السنان هتطول طب انا عايز اخف الحمل على المفصل واخليه اديله فرصة ان هو يرجع مكانه الطبيعي ويحصل له عملية الشفاء الطبيعية اعمل ايه ارفع العضة بمقدار من 2.5 إلى 3.5 ملي وبعملها ازاي؟ بحط حاجة بترفق على الاسنان الخلفية وبتعمل لي اللي سبيس اللي انا بقولها بحضرتها دي قدام فتبدأ الاسنان تطول بمقدار من ملي لملي ونص فوق وتحت ده بيترجم عندي في المفصل لريليس للفورس اللي معمولة على الكارتلج فمع الوقت خفف الضغط اللي حاصل على الغضروف خلفي بالزبط كده فمع الوقت اللي بيحصل الغضروف ده بيثبت في مكانه وتبدأ الاربطة الالتهاب اللي فيها يروح وتبدأ تتشد ويروح مشكلة التقطقة وما نبقاش معرضين ان الغضروف بعد كده يتقطع ونخش في عملية لتصليح الغضروف والكلام ده كله ولا الفك يعلق ولا الكلام ده كله دي 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 من الحاجات اللي هي التكنيات الحديثة جدا احنا بنحاول نحافظ على مفصل الفك ونتفادى اي جراحة ليه لان دي الحاجة بتاعت ربنا فيش مفصل بيرجع تاني زي ما ربنا خلقه واللي يقول كده انا مش موافع عالكلام ده الحاجة بتاعت ربنا هي الاساس دي طيب فيه ناس بتفقد سنانها بالكامل اه دي بقى مشكلة مثلا مريض سكر كتقدم في السن لسبب مش مفهوم اهمل جدا زي ما انت قلت الراجل ده بيبقى عنده او ست دي بقى عنده حالة يأس وساعد بيأسر في سنة مبكرة يعني طيب انا شفت السنة المبكرة دي وشفت في سنة 40 سنة و 37 سنة ما عندهمش ولا سنة بيبقى ايه اللي حصل وكمان ما عندهمش سكر ولا اي امراض عضوها بيبقى ايه اللي حصل اساسا هو اهمل راح لدكتور بتاع حشوه خلع فالدكتور خلع له السنة اللي توجعه واحدة وراء الثانية واحدة وراء الثانية واحدة وراء الثانية خلع الاسنان كلها وبدأوا يعملوا الاطقم المتحركة اللي هي طبعا زي ما احنا عارفين وقلنا قبل كده ان هي بتبدأ تخلي العظم اساسا يتآكل غير فكرة اساسا ان العظم اسن حافظ على حجبه ده بسبب الاسنان اللي جوهه فانا شلت السنة وحطت له حاجة قعدة بتعمل تراشر على العظم بشكل معين فالعظم عمالية ايه فتجي لي مثلا عندي واحدة لسه جايلة اسبوع الفات عندها 40 سنة وخلع بقالها سنتين تلاتة كل اسنانها وماشي الطقم متحرك وعظمها قليل للزراعة طب هل دي يعني اهو طبعا حرام اللي حصل فيها وحرام اللي نصحها بالكلام ده كله بس هل هي مش من حقها انها ترجع باسنانها تاني كاملة لا طبعا من حقها وخصوصا كمان هل مش من حقها انها تدوق الاكل بالطريقة اللي احنا بنستطعم بها الاكل ما احنا عندنا الاطقم المتحركة دي بتغطي السنسرز بتاعة الاكل احنا عندنا زي ما احنا هنا شايفين ده يسري ده ده يسري يسري ده مش كبير برضو ده حاجة واربعين سنة فقد اسنانه للوية كلها وبدأنا نزرع له عضم مع الزراعات بتاعته وبعد كده حملنا له اسنانه زي ما احنا شايفين فوق هنا يسري كان من ضمن التحديات بتاعته ان هو اللي راح في كذا حتة قالوله انت العضم اللي تحت الجيب الانفي قليل جدي مش هنقدر نعملك العملية دي فطبعا يسري طبعا كان عنده حالة يأس لحد ما جالنا الحمد لله بدأنا رفعنا له الجيب الانفي بنرفعه دلوقتي كلوز مش بنحتاج نعمل جراحة كبيرة عشان نرفع الجيب الانفي بنرفعه من المكان اللي بنحط فيه الزراعية وبنحط عضم وبنحط الزراعية بتاعتنا وبيقدر الزراعية تبقى عندها ثبات عالي جدا ويقدر يزرع في المنطقة بتاع تجيب الانفي الجنازة هو ليه ناس ممكن تفقد اعظام الفك عشان الاسنان ما بقتش موجودة فيها دي نقطة فاهمي الحتة دي اكتر الحتة دي بالنسبة لكم حتة مسلمة يعني ممكن الناس وهي بتتفرج علينا دلوقتي يفهموها انه هو يفهم انه نحن نفقد اعظام فكنا لاننا نفقد اسناننا هذا شيء بريح جدا مسلم به لكن انا عايز اقرب اكتر من السنة ويفكوا علاقتهم ببعض نبدأ طب هقول لحضرك على حاجة نقولها بالبلد الاول بعد كده نتكلم عليها مزبوط واحد في جيبه حاطت مفاتيح شال المفاتيح ده ايه اللي هيحصل الجيب هيرخي هيرخي نفس الفكرة دي وليه بتحصل بيبدأ العظم الفراغات اللي فيه وصولهم الفك العلوي تبدأ تتكبس على بعضيها فيبدأ حجم العظم نفسه يقل واحدة واحدة يبدأ لو احنا مركبين عليها تركيبة متحركة يبدأ يعمل احنا عارفين طبعا ان العظم بيشتغل باتنين ميكانيزم حاجة اسمها استيوكلاستيك اكتيفتي واستيوبلاستيك اكتيفتي الاستيوكلاستيك اللي اتنين بيشتغل اللي اتنين عكس بعض واللي اتنين من خوائص من خصائص العظم اللي هو عامل البناء والهدم في العظم نفسه اللي اتنين عنده ماشي دول اللي احنا هدم بناء الهدم بناء شغال كده سبحان الله ده الميكانيزم اللي احنا وشنا بيكبر بيه يعني العظم مش بيزيد من بره والعظم بتتخن لأ بتبدأ تاكل نفسها من جوه عشان وشنا يكبر ده طبيعي فهي نفس القصة دي وتكبر من بره تتراكم من بره ويتاكل من جوه فهيبتبضل شكل العظم هو هو وسمكها هو هو بس كيبرت يعني الشكل اللي تغير اه 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 صح تمام يعني احنا مفيش الجمجمة ما بتكبرش كده بالزبط واللي هنلاقي بقى ايه الجمجمة كده عشرة صنط لا هي تبضل السمكة ممكن يزيد شوية بس قريب من السمك اللي بدأت بيه تقريبا او يعني شوية بس القصة يتاكل من جوه ويزيد طبقة من بره يتاكل رأي من جوه ويزيد رأيين من بره يتاكل رأي من جوه وهكذا بالزبط كده فتلاقي لفسك من جوه ووسعت المخك كبر ان شاء الله ماشاء الله و و ويبغى كبرك وبقت رجل كبير بقت رجل حد المكانيزم ده بقى بيشتغل بطريقة مش مزبوطة في حالة القطوم المتحركة ان فيه موجود على الرج بتاعنا اللي هو ما فيهوش سنين بتسابورت حجم العبن فبيبدأ العظم ده يكش ويتأكل عشان كده الناس بتشتكل اللي هي بتعيش بالاطقم المتحركة ان الطقم وسع لا هو الطقم وسع لو هو وسع حاجة بسيطة بس هو العظم هو اللي كش فانت حسيت ان الطقم وسع بدليل ان انت بتعمل طقم في التاني في التالت بعد كده الدكتور بيقول لك انا مش عارف عمل لك طقم سيء يعني المتحرك يكون ايه يمسك شوية مش هيعرف ليه ان العظم بيبقى كش عليها فكل الكلام ده احنا بنلحق ازاي هي زرعية بتتحط مكان الخلعة اللي اتعملت ما نسيبش نفسينا للكصة دي كلها ما نسيبش المشكلة تكبر على حد ما نوصل ان احنا محتاجين نزرع عظم تاجين نرفع الجبل امف نستخدم زرعات ميلة عشان خاطر احنا من الاول لو الحاجة اللي احنا فقبناها واسلا دلوقتي ان احنا نفقد سنة دي ما بقيتش حاجة سهلة التكنولوجيا خلتنا لاج الجذور والحشوات والكلام ده كله احنا نقدر محافظ على السنان دي اساسا ما نضطرش لخلعها ولو اضطرنا نلحقها عشان نلحق العظم بتاعها عشان ما نضطرش بعد كده ان احنا ندور على عظم نزرعه في الحتة دي ونعمل الكلام اللي احنا قداده كله ان احنا نبقى متيقني من انه العظم لن يسكت على انه زي بيقوله خالي سنة زي بيقوله خالي شغل يسكت هيعمل ثورة هيعمل قلق عظم كده هينهار لانه خالي عظم خالي سنة عظم خالي سنة والله العظيم انه بيقول الكلام دي زي التبوها التبوها عرضوكو العظم خالي سنة هنشوف حالة دلوقتي برضو من الحالات يعني برضو الحالات دي تبقى جاية نفسيا محتاجة سبورت بجامل طبعا جدا وخصوصا انه ما بيبقاش عنده ثقة نفس انه ما يقعد يتكلم معه قدامه مش عارفة يتحمل الحالة دي وبعدين بصوا برضو انتو ده جاي بقى انتو اللي عمينا الحكاية دي بقى عندكم بقى مكادي سنتر انتو حطيني الصورتين فوق بعض علطوك لازم لازم دي لينا وللمريض لازم يبقى عارف هو كان فين وبقى فين ايه باشا بس انا كان نفسي تشويق ايه انا نفسي اشوف الصورة اونا دي فتاة هتعمل فيها ودي تعمل فيها ايه وبقى انتو فاجئني بجمال الصورة بصراحة جميلة جدا وانت بصور من نير فيجن يعني مصوره وناتشرال يعني مصوره قوي قريب جدا ناتشرال جدا انا عجبني او انها ناتشرال ناتشرال لاني طبيعي عايد اقول له حضرك على حاجة الصورة الاولانية لو حضرك لاحظت ان الجدور لسه موجودة دي نقطة انا عايز اتكلم فيها فيه ناس بقى بتعمل ايه جتلي قريب ايه دي نفس الحال لأ دي حالة تانية حالة تانية دي نفس الحال او دي ما احنا شايفين فوق هو فيه جدور موجودة اه كان رأيي المريض لما جئ واحسألناه قلنا له انت ليه سيب الجدور دي قالك انا سمعت ان احنا لازم نسيب السنة في مكانها عشان تحافظ على حجم العظم طب كويس جد لأ مش كويس خلص لان السنان دي كلها العصب بتاعها تعفن وعمل بكتيريا تحتيها البكتيريا دي عملت تحافظ على العظم اللي اشتغل بفكرة الاستيوكلاستيك اكتيفتي اللي احنا قلناها في الاول فاكل نفسه وعمل قوضة القوضة دي فيها صديد يبقى الجسم يبقى حاجة اسمها عشان يوقف يعمل كنترول للعظم اللي بيتاكل ده اللي لما بتكتمل قوضة دي بطانة القوضة دي ده بنسميه ايه؟ لأ السيست هنا بقى السيست اللي هو كيس الدخني اللي هو بيتطور بعد كده ممكن يقلب ابسس ما هو ابسس ده في الاول اه اكيوت في كرونيك في سيست اه في السيست ده بقى بيبدأ يتطور من يوصل اخر حاجة فيه لحاجة اسمها كيراتوسيست كيراتوسيست ده بيتسمى كده عندنا سيست لايك تيومر يعني يعني يعامل معاملة الاورام ليه اوصل لكل ده عشان سيبت لنا؟ هيكل في العظم بعد كده ويكبر ليه بيتسمى كده بقى عشان بيكبر بحاجة اسمها فينجر لايك توجيكشنز بيكبر بشكل صوابع دخلها في العظم فعمهما بيتشيل يتبقى منه جزء عشان كده لازم بيتشيل بسيفتي مارجنز عشان كده لازم يعامل معاملة طب انا كل ده عشان انا سيفتي مارجنز يعني معلش احنا اقول انجليس نهارده نهارده اقول انجليس بخير اتاج مان كلمة وارم حاجة سيستاهي هتشيل كأنها وارم فيتشيل هقال ايها هي مثلا ولياكم واخدها 3 في 3 لما انا جا شالها بقى هشيل بمساحة 5 في 5 مظبوط كده يعني ازود كمان اتنين استقصل استقصل بقى كمان في النسيج الطبيعي السليم عشان اقامل نفسي لانها هي متوغلة بصابح جوه هذا النسيج وكل حتة صغيرة تعملي كيز دهني تاني تاكل في عظم تاني فلازم تتشيل مظبوط حلوة اول حالة دي كل ده يعني ليه بقى عشان احنا سبنا السنة تعمل كل ده وما وقفناش قصادها ده دي فكرة زراعة الفك بالكامل دي انا من المواضيع اللي انا بعشاقها فكرة ان المريض ما بيأكلش اي حاجة ما بيدقش اي حاجة مش عايش وتقاله انت من حقك تعيش بسنانك لحد اخر يوم بعمرك ونعمل له الكلام ده ويخرج بالشكل اللي تحت ده اللي اراءة جدا كم زرعة دول؟ دول كانوا تمانية فوق وتمانية تحت تقريبا حالة دي بقى لها فترة ثلاثة اربعة خمسة ثلاثة ثمانية فوق تمانية ده هي نفس الحالة زبط هي نفس الحالة لا ايها جدا وانا اللي عجبني قوي فكرة الناتشوراليتي وطبعا البيت انتو قلفتوا هنا بيت لكصة تانية خالص بقى هنا ما كانش فيه اساسا بيت موجودة زبط بس احنا بنقدر بقى بش عضة يا بنقدر ندور على شكل البيت اللي المفروض هو يكون عليها بنبدأ نخليه يعض بطريقة معينة بنقوله يرفع لسانه في سقف حلقه الورى فبيبدأ الفك طبعا زي ما حضرهاك عارف لما يكونش فيه اسنان ما بيبقاش فيه لعضة بالنسبة للمريض نفسه مش لين احنا بس فبيبدأ الفك يرتخي وينزل لتحت يبقى هو بيعض على درديره بطريقة مش مزبوطة فبنخليه حط يرجع لسانه الورى قوي ويبدأ معاه احنا نعلمه العضة عشان نعرف شكل عضيته في الاخر هتبقى عاملة ازداده وبنبدأ نستخدم هنا بقى بيخش بتوع اللي هما الريموفيبال بروسيسز اللي هما الأطقم المتحركة احنا هنا بنستخدمها في الحتة دي بقى عشان نرسم العضة نقلف العضة عن طريق الناس اللي هما متخصصين في الأطقم المتحركة اللي هما دول اللي بيرسموا لنا بيحطوا الأول حاجات زي شبه اللاسة بتاعت المريض فوق وتحت ويبدأ يرسملي العضة المفروض تبقى في الحتة دي والكمبيوتر بقى بعد كده تتسارك بقى والسمائل ديزاين بقى يبدأوا يتدخلوا في الموضوع ده كله ويخرج الموضوع في الآخر ان هي العضة تبقى مضموطة والمريض ما يبقاش مضايق وياكل كويس جدا دايماً دلوقتي بتوجه كتير من الناس انهم يسمعوا انهم محتاجين عضم تقولهم ان انت محتاجين عضم الحاجات دي بالنسبة للجيل اللي دي متخوف جداً ممكن الجيل الجديد عادي يعني لو هو حط عضم احط باشو عضم لما احنا لكن اتيجي تقول لواحد انت محتاج عضم هينهار وهينزل بقى عضم ايه لا حطه وهجيبه مني وانا عندي عضم انا عندي هشاشة اي حد هيتكلم كده فانا قزيني فعلا بس الناس ايه حكاية عضم هتحط عشان الكلمة دي على فترة صعبة برضو على تناغي الناس خلينا نقسمها لسفير كيسز وكيسز اقل من السفير شوية في الكيسز اللي اقل من السفير شوية بنقدر ان احنا عن طريق في عضم صناعي دلوقتي بيبقى مفول كده بيقى فيها باودر ماشي دي بتتحط في العضم مع البلازما اللي احنا بنسحبها من المريض البلازما دي موضوع مهم جدا البلازما دي فيها عناصر النمو والشفاء ونحط عليها الPRF بتاعتها ونقفل على الكلام ده كله باللاسة بتكون لنا اماكن تكون عضم جديد يعني هي بتبدأ تمسك في نفسها وتبدأ تحفز العضم في الحتة دي كلها انه بيبقى حتة واحدة هي مع العضم الاساسي بتاع المريض ده في الحاجات اللي هي اقل من السفير شوية طب لو انا عندي مثلا حد عنده كلافت مثلا او عندي حتة جزء دفاكت كبير في العضم احنا بنعمل ايه مع الناس دي؟ هنا بقى اللي بنتطر ان احنا ناخد عضم من جسمه سواء من الحوض او رب او حاجة زي كده بنبدأ ناخدها ونثبتها في مكانها بشرايح ومصامير اللي بعديها بكم شهر ست شهور بنبدأ نحط فيها الزراعات بتاعتنا ونقدر ان احنا نرجع له المطغة بتاعها بس دي بتبقى كيسز قليلة جدا معظم الشغل دلوقتي شغال بالعضم الصناعي اللي هو الباودر اللي هو بنحطه وبعد كده نسيجه شوية وبيبقى ماسك كويس وتقدوني كويسة جدا بتاعيجو هيلة جدا يعني هايز نروح للأشعة المقطعية أشعة المقطعية المهمة جدا مش رفاهية في زراعة الأسنان لأساس انا متحمس جدا انه من كتر ما بشوف مشاكل لناس زرعة من غير أشعة مقطعية زرعوا ببانوروما بس في ناس بتعمل كده لحد الوقت اه بيدفعوا تماما بيشوف جوه ازاي يعني الفانوروما دي 2 دي اه 2 دي ماشي يعني صورة اه العمق بتاعها فين اي لك انا بالخبرة بالخبرة اه 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 ولو هي كرتينيز يعني الكرتينيزيشن فيها عالي اي بقى ده في ناس اللاسم بيبقى سمكها لوحدها ووصل 3.5 و 4 مليا في ناس في حالات لما بنفتح بيبقى السمك بتاعها كده فاحنا بنحدد ازاي سمك العظم بالنظر كده استحيل الأشعة المقطعية دي هي اللي بتبين لنا هي بتعمل لنا ايه هي بتقطع لنا العبم ترنشات صغيرة وبعد كده بتخلينا نمسك كل حتة عبم لوحدها هنا دي الأشعة المقطعية وإحنا بنستخدمها عشان نحدد مكان الزراعية وبتفرحني السورة دي جدا دي من أحلى الفيديوهات اللي احنا بنشوفها اه اه اتفرحني طبعا بنبدأ نقطع العظم لشرايح صغيرة ونشوف طول وسمك وعرض العظم قد ايه زي ما احنا شايفين في الصورة اللي فوق بنحدد بنعمل يعني بنسنتر أو بنخليها سنترك يعني في النص للزراعية نفسها عشان نشوف العظم هيبقى حواليها عامل ازاي وميقولها عامل ازاي ده اللي بيسبب نجاح الزراعية إن انا ما يبقاش في عظم قليل حوالي من الزراعية دلوقتي بقينا نربط بقى الكلام ده بالسرك والسمائل ديزاين والكلام ده بقينا نحدد أساسا يعني احنا عندنا حتة عظم كويسة طبعا انا هخترقني حتة فيهم بالظبط يعني ايه النقطة بالظبط اللي انا هبدأ فيها بنبدأ نشوف شكلها في الآخر جماليا هيبقى ايه؟ ده بقى دخول اللي اتنين مع بعض بنحدد عن طريقه حتة العظم مع حتة الجمال ففي الآخر بتوصل إن انت زراعة زراعية حطيت عليها السنة أو التربوشة أو التركيبة السبتة بتاعتها بشكل جمالي الطبيعي بتاعتها بالسنان المرصوصة اللي في الآخر ما حدش هيعرف إن انت مركب أي حاجة إذا الأشعة المقطعية لن تكون قابلة رفاهية لا غنى عنها الأشعة المقطعية دي بتبين لي مكان الجيوب الأنفية بتبين لي الأعصاب اللي ماشية عاملة إزاي في الفاك السوفلي اللي في الأنفل بالظبط كده هو يعني كلام ده كله هيشوفه إزاي في الكاميرون صعب أول الأشعة المقطعية لو إحنا شفناها يعني هتفدنا في حالات هنشوفها دلوقتي يعني برضو هنربط بين الأشعة المقطعية وبين هذه الحالات حالة دي من أهم الحالات اللي إحنا بنتكلم فيها هنا زراعة العظم لو حضرك بصينا فوق هنا ده علاج عصب مش مزبوط أدى إلى إيه؟ إحنا كنا قلنا في الأول لما بيحصل باس تحت وبيتساب بيبدأ العظم يأكل نفسه العظم متأكل من فوق تماما بسبب العلاج العصب المش مزبوط طيب المريض ده جاي السنان دي كلها أو التركيبة بالسنان كل ده بيتلخلخ رايح جاي بشكل مهول طيب راح لف لأ مستحيل نزرع لك إنت عندكش عبم خالص وقالوله إحنا هناخد لك حتة من الحوض عشان نركب لك إنه يركب لك الزرعات دي ده حل موجود بس أنا ليه دايما أخش الحتة الصعبة إن أنا أفتح حتتين عشان أحط العبم من حتة لحتة لا التحت إحنا عملنا إيه؟ حطينا الزرعات بتاعتنا بشكل معين وحطينا معاها العبم الصناي بتاعنا لو حضرتك بصيت هتلاقي إن العبم فعلا بدأ يتكون الأشعة التحت دي دي بعد شهرين ونص من وضع العبم بتاعنا بعديها بشهر ونص تقريبا قدرنا نحمل وفيه صورة تانية إحنا حطينها دي بتبين لنا قبل وبعد الحالة كان شكلها عامل إزاي؟ هتظهر معنا ده أهي يعني هو ده بعد ما إحنا حطينا العبم ده فوق يمين بعد كده ده بعد ما ركبنا روس الزرعات بتاعتنا وتحت ده الشكل النهائي بعد ما خلصنا الأسنان بتاعتنا كيف تتم عملية الزرعات؟ نشوف السؤال بسيط جد بس أنا خبيث لأن أنا عايز أسألك كيف تتم عملية الزرعات الخطوات اللي المريض داس بيكون عارفه عشان يعرف إنه بيتعامل مع محترفين طبعا ما عليش يعني يقول له لأنه إزراع لو ما لقاش الخطوات دي قوم يا عام اجري اركب النقو ويشرخ تمام أول حاجة أنت لو دخلت عند أي عيادة مسألش عن ميديكال هستري التاريخ الطبي بتاعك كده كده لازم نجري لأن ميديكال هستري دي بتأثر جدا على أي شغل في كل برانشات الطب يعني لازم يبقى الدكتور عارف عندك سكر عندك قلب عندك أي مشاكل صحيح لازم يبقى عارف كل الكلام ده كله فيه سيولة في الدم فيه روماتويد فيه الكلام ده لأن كل حاجة من الحاجات دي هتخلي الدكتور ياخد احتياطاته بشكل معين في الجراحة بتاعته هتخليه يستخدم أنواع معينة من الزرعات هتخليه ممكن يقولك روح زبط القصة دي وارجع لي تاني فالدكتور اللي مش هيسأل الحاجات دي مش هيبقى عارفها فمش هياخد احتياطه منها فالنتيجة هتبقى فشل العملية دي أول حاجة تاني حاجة التشخيص التشخيص ده اللي هو كلينيكالي وعن طريق الانفتيجيشنز يعني كلينيكالي دي إن هو الدكتور بيكشف على المريض بشكل عادي جدا ويسمع التشخيص دي فقطها إمتى والكلام ده كله واه 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 ويشوف الهيجين بتاعها ويضبط الكلام ده انفتيجيشنز دي بتبدأ من الأشعة المقطعية اللي هي بتحدد لنا الميديا أو الطربة اللي أنا هزرع فيها شكلها هعمل إزاي تحدد لنا طلها، عرضها، سمكها، كسافتها، أربها أو بعدها من الفايتلز يعني إيه الفايتلز يعني مثلا أعصاب جيوب أنفيا الكلام ده فبعد كده بيقرر ان هو الوضع كله سليم فحنا هنزرع الزراعية بالطريقة العادية السهلة او هناخد سكة تانية عشان نتفادى بيها عصب نتفادى بيها الجيب انفي او هنرفع الجيب الانفي او هنتفادى بيها مشكلة معينة او مثلا لقى في سكته مثلا فيه كيس دهني لازم يتشال الاول هيمشي في السكة دي العظم قليل مثلا هيزرع عظم مع الزراعية اللي هو بيحطها الكلام ده كله مش هيعرف يحدده باشعة سنوائية لبعد لازم سلاسية الابعاد سنوائية الابعاد دي اللي هي الفانوراما دي بيجيب لنا من بره بس سلاسية الابعاد هتجيب لنا اللي جوه جيب لنا الترانشاية اللي هنشوف فيها كل الكلام اللي احنا قلنا الكلام فيه تالت حاجة التحاليل مهنة دلوقتي معظم الناس مش يقيمة مش صدقة مع نفسها يقيمة مهملة في صحتها فهنا ايه اللي هيعرفني ان المريض ده فعلا ما عندوش واحد اتنين تلتف سكر ضغط الكلام ده كله لازم ابدأ احلله حتى لو عندي جهاز احلله راندم يعني اعرف بس كده السكر بتاعه عامل ازاي لازم اعرف ضغطه عامل ازاي الحاجات اللي هي الاساسية تمام اطلب منه تحاليل دي ان هو يعملها في مركز تحاليل وبعد كده يجي لي بيها بعد ما عملنا كل الكلام ده يبدأ بقى عملية الجراحة بتاعتنا اللي هي اساسا يعني احنا اخدنا مشوار طويل قوي عشان ناخد الكرار والطريقة اللي احنا هنمشي بيها الزراعية بتتحطف قدية بعد الكلام ده كله 8 دقائق في 8 دقائق الزراعية بتتبع محطوطة في مكانها وما فيش اي قلم وما فيش قلم حتى بعد العملية ما فيش اي مشاكل خطس ولأنها عملية فدائما احنا تعملنا في الطب مينور سيرجري بس اسمها سيرجري دائما طالما كلمة سيرجري تقالت يبقى هنسأل عن ضعفات محتملة مخاطر موجودة ده سؤال هنسمعه من هاني عفيفي دلوقتي ونشوف يقصد به ايه وزي ما قلت لكم ورا الكلام كلام تعالوا نشوف كل ما كبر الإنسان كل ما أسنانه بتبقى عرضة للتسوس أو الكسر أو الفقدان بشكل كامل مجال طب الأسنان بيتطور كل يوم ومع اعتباع طرق التقليدية لاستبدال الأسنان المفقودة بعمل التركيبات السابتة أو المتحركة حسب الحالة تطورت عمليات زراعة وغرس الأسنان مع استخدام جزور من معدن التيتانيوم لغرس السنة وبتبقى شبه السنة الطبيعية بالزبط وبكده يقدر الشخص يأكل ويتكلم بصورة طبيعية الجدير بالذكر أن المتوسط العمري للأسنان المزروعة بيمتد لتلاتين سنة كمان نسب النجاح عالية جدا بتوصل لخمسة وتسعين في المية للفك السفلي وتسعين في المية للفك العلوي يطرأ إيه الحالات المناسبة لزراعة الأسنان؟ وهل في موانع لإجراءها؟ الموانع والمخاطر الحالات المناسبة طبعاً مفهومة ومفقود سنة لكن الموانع والمخاطر نبدأ بالموانع نعم الموانع لو في حد بيجز على سنانه بشكل مفرط دي من الموانع لإن إحنا زي ما إحنا قلنا قبل كده إن فيه فكرة العظم بيأكل نفسه بفكرة الأستيوكلاستيك أكتيفتي زيادة على زراعية يعني توزيع أحمال مش مظبوط هيقدي إلى فالير بتاعة الزراعية دي فكرة توزيع الأحمال دي مهمة جداً عدد الزراعات اللي شايلة التركيبة فوقيها مع الفورس اللي نازل عليها دي حاجة السكر الغير منتظم السكر الغير منتظم ده من أحد الحاجات اللي هي عدقنا لازم الراجل يزبط السكر بتاعه الأول وبعد كده نزرع له زراعات بتاعته ومش هيبقى فيها أي مشاكل عدم الاحترافية عدم الاحترافية دي مهمة جداً فيه إحنا بنشوف زراعية بتتحط السمك العظم حواليها أقل من ملي إنت حطيت الزراعية دي إزاي؟ أخدت القرار ده إزاي؟ إنت لازم تبعارف وإنت رايح دي موانع بقى للمريد إن هو يروح يزرع الزراعية دي عند الدكتور ده السيولة العالية في الدم تعرف حكاية الزراع الزراعة لا أقل حواليها أقل من ملي دي بتفكرني تعرف ساعات الولاد يجيبوا الصور على الانترنت لبيوت بتتبني البيت مثلاً مبني عبارة عن قوضة والبيت أربعة دوار فوق شفت الصور أو تلاقي بيتين بينهم وبعد ما مرت بنا في بيت شفت الصور دي مزبوط صحيح الأقل من ملي دي برضو ممكن نقولها إن ما نزلش حفر حفرة عشان يحط الأساسيات بتاعة العمارة ما هو إحنا طول ما إحنا عندنا السابورت بتاعك قليل النتيجة هتبقى مش مزبوطة طبعاً لازم نقول الدكتور اللي هيقولك إن مية في المية الزراعية نكحة أنا مش موافر عالكلام ده أي بروسيسز بتحطي في الجسم فيها نسبة صغيرة جداً ماشي بس إحنا بنقلل دايماً أو بنحاول نعمل كل الطرق عشان خاطر نوصل لنجاح الزراعية دي إحنا دلوقتي بنجارانتي الزراعات بتاعتنا عشان إحنا وصلين لنسبة نجاح عالية جداً فإحنا ما بنقلقش من فكرة إن الجسم ما هيرفضه الكلام ده كله لأن التقنية اللي بقت معمولة بيها الزراعات بقت عالية جداً فكرة الجاما رايز اللي بتعالج بيها الزراعية ده برضو بيزود نجاح الزراعية فكرة الليزر لوك معالجة الليزر في بعض أماكن الزراعية ده بيزود نجاح الزراعية بشكل جدير جداً وبيزود ثباتها جداً فطبعاً كل الحاجات دي هي اللي بتخلينا نتطمن أو ما نتطمنش للزراعات نفسها هناك نايتمير أو كابوس يسمى الكيس الدهني بص تلاقي واحد يقول لك أنا عندي كيس دهني باهدلني وباروح للدكتور وبتعالج بقالي فترة طويلة إيه هو الكيس الدهني ده؟ عندنا في الطب مفهوم إنه حاجة طالعة على الجلد عنده كيس دهني يعني في الدراعه وعنده كيس دهني في وشه إيه؟ عندكم كيس دهني بيزود؟ أنا لديكيس دهني جوال عظم بقى مشكلته إن إحنا ما بنشوفوش إحنا بنشوف نتائجه بنشوف نتائجه في الأول إن حد بيعالج علاج جزور بيقعد فترة طويلة جداً علاج الجزور ده ما بيتحلش بعد كده بنلاقي السنة بتتلخلخ والسنة اللي حواليها بتتلخلخ لإن الكيس الدهني اللي تكون ده بيبدأ يأكل العظم اللي حواليين الأسنين ده تعال يا دكتور أيمان نقول من الأول بقى هو كيس دهني ده جيلي علاج مش مظبوط للسنة أو إهمال من المريض في علاج السنة اللي اتنين حيقدوا لده علاج مش مظبوط يعني إيه؟ يعني دكتور عمل علاج جزور مش مظبوط سواء كان شورت منظفش كويس أو لونج أو الكلام ده كله بيبدأ يتكون بكتيريا تحت الجدر البكتيريا دي بتبدأ تعمل ضغط على خلايا العظم ده كيس دهني من الأكاس الدهنية اللي إحنا طلعناه يا رجل أه طلعنا يعني حجم كيس دهني ده كان 3x3 3 سنتي؟ أيوة 3 سنتي؟ أيوة احنا لو بصينا تحت هو واخد السنان كلها يعني دي احنا شلنا الكيس الدهني ده وحطينا الزرعات دي ده هنا بعد ما حطينا الزرعات كمان بعد ما حطينا الروس بتاعت الزرعات شلنا الكيس الدهني اللي بالحجم ده اللي هو واكل الأسنان δي كل الأسنان دي ك optical تلعب كلها بتلعقلها بشكل جدير جداً لأن الأساس بتاعها مش ممسوك فبنبدأ نحط الزرعات بتاعنا وبنحط العظم حواليها وبعد كده نحمل على الزرعات دي والدنيا بتبقى كويسة في الأخر سهل علامة لازم يتشال ولازم يتشال في أوله لأنه كل ما بنتأخر عليه كل ما هو بيتطور بيتطور لأنواع لحاجة نوع اسمه كيراتوسيست كيراتوسيست ده بنسميه عندنا سيست لايك تيومر بيتعامل معاملة الأورام ليه لعشان هو بيكبر بفينجر لايك بروجكشنز يعني بيكبر زي الصوابع جوا العبن فلما بيجي يتشال لازم هيبقى فيه جزء منه متسفة بيرجع مرة تانية فعشان كده بنشيله بسفتي مارجنز بنشيله بحتة زيادة بنستقص الحتة زيادة عشان مايرجع لناش مرة تانية طب ليه نوصل للكلام ده كله احنا من الأول علاج الجزور يتعمل مظبوط أو لو يتعمل مش مظبوط أو أنا لقيت فيه مشكلة لسه بتواجهني أروح أشوف إيه المشكلة دي لأنها في الأول بيبقى فيه خراج مزمن اللي هي بتبقى قوضة جوا العبن القوضة دي طول ما هي موجودة عمر ما السنة دي هتتعالج لازم الأول القوضة دي تتعالج بنعمل حاجة اسمها إبتساكتومي بنشيل جزء من الجدر مع تنظيف القوضة دي بشكل كويس أو نحط عبن ممكن في المرحلة دي إن احنا نحافظ على السنة ما نسيبوش يكبر لحد ما يقلب لكيس دهني وياكل في السنان اللي حواليه في الأول مع الشيك أب المستمر مع الـ X-rays مع الكلام دا كله بنقرأ في الكلام دا من الأول كله ونحافظ على السنان الطبيعية ما نضطرش إن احنا نشيل كيس دهني ونشيل أسنان ونزرع زرعات ونحط عظم ونستنى عشان نحمل عليها الكلام دا كله هناك أسئلة في الطب المستفزة للمحترفين إن أنا أسألك إيه الهون اللي أحسن العربية النقل ولا العربية السيدان إيه اللي جاب دي اللي ما دي لها استخدام ودي لها استخدام إن أنا أقول لك مين أطول النقلة ولا الأطر يعني كلام اللي هو مثلا يعني فهذا النمط من الأسئلة هو اللي هتسمعوا دلوقتي يلا بينا تعال نشوف بس ممكن يكون فعلا في حاجة أفضلية لشيء عن شيء بس نشوف الأول السؤال ونفهم يعني هل هناك أفضلية ولا في الطب بلاش تقولك مين أفضل من مين طالما كل واحدة لها مكانها واستخدامها طب هو إيه الأفضل تركيب الأسننة ولا زراعتها هو يسأل عن الأفضل ما بين الزراعة والتركيبات السنة نحن بنتحط في نقطة كلها إحراجات إحراجات هل السؤال ده إجابته إن فيه حاجة أفضل من حاجة ولا كل حاجة مقاحة نحن ممكن نقول إن هما هما مع بعض شركين شركين ما نقدرش نستخدم واحد لو واحده يعني أنا لو سنة عندي مخلوعة أنا مش موافق إن إحنا نعمل كبري عشان نعوض السنة دي ليه؟ لأن أنا سايب العظم تحتها هيكش سايب العظم لما هيكش هيكشف لي الجدور اللي يطعت السنتين التانيين بردت سنتين بتوعي اللي هما الطبيعيين نفسهم كل الكلام ده هو ده اللي بيحصل هاوش بص 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 هتركب زرعية ده زرعية حافظت على العظمي وركبت عليها بعد كده التربوش وما ليش جعب السنان اللي حواليه والسنان زي ما هي يبقى إحنا كده ما أكلناش لا سنة وحافظنا على العظمي والكلام ده كله هنا إحنا حضرنا السنة اللي حواليها دي أول حاجة حضرنا في الحاجة بتاعت ربنا تاني حاجة ركبنا إيه اللي هيحصل بقى المفروض إن العظم هيبدأ يكش في الحتة اللي في النص دي العظم اللي ما هيكش يبدأ يعمل لنا سبيس يبدأ يكشف لنا الجدور اللي حواليها السنة الجدور دي بتبقى سنستيف جداً وطبعاً التنظيف بيها بيبقى صعب جداً السنستيفي دي بتأثر على عصاب السنة نفسها فبتبوض عصب السنة نفسه اللي بعد كده بيعمل لنا خراج تحت السنة ده المنظر اللي إحنا كنا متكلم عليه إن السنة تأكل يعني الخراج أكل في العبن فوق وعد كده طبعاً التسوّس كسرة السنة يبقى مين أحسن هتبدأ بقى ديت بوز خلاص ديت بوز بقى الصديد هو بيتكون كده التركيبة على بعضة هنشيل التركيبة ونبدأ نلجأ إلى في ناس بقى في حل من اتنين ياما أكون فهمت ياما أحضر سنة تاني ياما تقول لا قدر الله بزبط كده اللي هو إيه انت دخلت الحارة دي وتضربت عبل كده عايزة أقول لحاجة براك يا دكتور أمن حاجة في ناس مشيت كده لحد ما خسرت السن كلها ما هو شغال أهوش يعني ده حقيق مش أليميشن ده بيحصل بجد في الحقيقة عمل تركيبة هي من مصر للسلوب بالزبط اه منكمل اه اه طب ما فهمتش فاهم مرة البعيد غبي انت قبل جدا التركيبة مزت وعملت لك مشاكل ثم تكمل بقى 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 ده في الاتنين دول وتوسع التركيب وها كذا وتوسع التركيب المسألة عاملة يعني لطيفة جدا يعني ما هو ده عربينا الصابين دلوقتي ينصب عليك وعلي وياخد منا فلوس فاحنا نطلبهم فلوس فينصب على الاتنين تانين غير نياخد منه فلوس ويدونا فلوس وينصب علي واحد تالت بقى يخليهم تلاتة نصب بقى عشان خاطر ايه يعني يسدد من اتنين اللي التانية وواحد تاني يصر فلوس واحد كاسر التلاتة ينصب علي خمسة يسد ثلاثة واخد فلوس اتنين وتستمر الحياة اه وتستمر الرحلة الصعبة جدا اذا انت شايف ان الزراعة افضل بعد يعني احنا هقلنا ان هي تركيب للتعويض لا احنا هنحط التركيبة فوق الزراعية اللي احنا حطناها هناعمل تركيبة على كذا زرعة بنعوب بيها كذا سنة انا موافق لكن هنبرد سنة او سنتين عشان خاطر نحط كبري يعوض لنا سنة نقصة ده انا مش موافق عليه خالص كده كده يبقى احنا عارفين ان مصير السنتين ومصير العظم اللي في النص كل الكلام ده ضايع فيها هذه حالات لجأت الى تركيبة اه لا دي قصة تانية دي دي قصة علاج الضب زمان كانت الماريليشن ما بين الفكين كانت لازم تتدخل جراحي الضب يعني ضب يعني العظم بتاعنا طالع لقدام او الاسنان طالع لقدام فسببت لنا الضب بتاعنا بعد كده بدأنا نقيس المسافات عشان نعرف هو العظم اللي طالع ولا الاسنان اللي طالع ولا الاتنين مع بعض طب ده بنسبة قد ايه وده بنسبة قد ايه فبدأنا نشوف ان احنا لو احنا لجأنا طبعا الاسنان بتبقى حالتها وحشة اللي هي بتبقى مفرقة اللي هي عندهم ضب وطالع لقدام دي بتبقى مفرقة فأساسا الاسنان نفسها متأثرة فبدأنا نشوف ان احنا لو حضرنا الاسنان بشكل معين ونقدر نعمل لها ديزاين مظبوط يقلل لنا المشكلة عنها لان جراحة اللي هي بتتخ... اللي هي الارثوبناسيكس يجريز نفسها ان احنا عندنا في ضب عايزين نرجعه الورق او الفاك السفلي طالع له قدام وعايزين ندخله جوا او نشوف الالاقتين مع بعض مين الوضع الاحسن ليهم دي جراحة مش صغيرة خالصة بنضطر ان احنا نفصل العظم عن الجمجمة زي ما احنا شايفين ده محمد من السودان احنا عندنا هنا اوفر جيت اوفر جيت ده اللي هو الفرق ما بين السنان العلوية والسنان السفلية هنا عندنا عظم طالع لبرة مع اسنان طالع لبرة قدت الى المنظر ده لما جينا عملنا الاشعاب بتاعتنا وسحبنا الكلام ده كله على الاسميل ديزاين لقينا ان احنا لو حضرنا الاسنان بشكل معين نقدر نوصل لنتيجة كويسة من غير جراحة من غير ما نقفل الفك فترة طويلة من غير ما ننشر الفك العلوي من قال جمجمة ونرجعه الورا تمام؟ فوصلنا للنتيجة اللي تحت دي زي ما احنا شايفين حقيقة شغل رائع شغل رائع وابتهد متميز للغاية ويبقى لنا دلوقتي النتيجة وصلنا لها مميزة جدا انه الزراع لها دورها ولها معطياتها ولها احتياجاتها ولها اولوياتها لو كانت المسائلة متساوة بين الزراعة والتركيبات لكن في حالات تحتاج تركيبات بزاق بزاق بقى هنا ده سنانه كاملة ده سنانه كاملة فمافيش عب ما هيكش مافيش اي حاجة هتحصل ان لو التركيبة معمولة بشكل مصبوط لو احنا المعساب بتاعتنا او التكنولوجي اللي مستخدمة فيها التركيبات دي كله دلوقتي يبقى الكمبيوتر والحاجات دي كلها بتتاخد على الكمبيوتر اللي تعمل لها ديزاين فبتبقى مقفلة على السنان دلوقتي ما بقاش فيه جو البورسلين بتاع زمان جو ان انا بعمل او الفني بيعمل الشاسي بتاع التركيبة الاول شمع وبعد كده يحطها في جبسي سياح الشمع ويدخل مثل الناحية التانية كلام ده كله عمره ما كان يكون اكيريت اول حاجة عندنا مفيش اكيريسي في ايد الفني نفسه تاني حاجة عندنا مواد مختلفة بتتمدد وتنكمش مع التسخين والتبريد لازم هتعمل لي ليك تعمل لي تسريب ولو قليل فهتضرب السنة اللي تحتيها دلوقتي فكرة 3D printing او اللي هي طباعة سلاسية الابعاد اللي احنا اخدنا منها بعد كده الكاب كام والسارك والكلام ده كله خلى ان التركيبات اللي احنا بنعملها اكيريت انوف انها ما تدخلش حاجة تحتيها تحافظ على السنة اللي تحتيها ما فيهاش اي مشاكل دي نقطة تاني نقطة التكنيك بتاع الدكتور بتاع التركيبات نفسه انه هو بيخلي الجنشن او الوصلة ما بين السنة والتركيبة سب جينجفلي يعني تحت اللاسة بتبقى قفلة على اللاز اللي موجود في الكصة دي بتطول يعني بتحافظ على على الأسنان اللي تحت التركيبة بشكل عالي جدا فالكلام ده كله نقدر نستخدم فيه التركيبات لكن اعود سنة طب ما انا كده كده مش هقدر اعمل حاجة في العبن ومنوعات ما هيكش مني وهكشفلي الجدور وهتسوس تحتيها ومش هعرف انه اضافها يبقى مين احسن دي ليها حاجة ودي ليها حاجة هي تحافظ اوارتنا دكتور كريم اه شكرا دكتور عامل يعني القيمة العلمية الكبيرة اللي بسعد بوجوده معنا المبدع سيد دكتور كريم مكادي اضافت لنا كتير يا كريم انا سعيد جدا بوجودك معنا سعيد جدا بإخلاصك وتفانيك وعملك الدقوب اللي بينبق عن شخصية خاصة جدا في عالم طب الأسنان اعتقد انها حفرت مكانة كبيرة في هذا في الاليت في هذا الميكال واعتقد في المستقبل هتصنع الكثير بناك خليكوا دايما مع الدكتور قليل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة